المشهد النهائي فيه كأس أسيا قطر في مواجهة الأردن النهائي عربي التالت عبر التاريخ 1996 الإمارات والسعودية 2007 السعودية والعراق 2023 أو 2024 الأردن فيه مواجهة المنتخب القطري نهاية المسلسل القروي القاري المثير جدا 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 المباراة هتكون على ملعب لوسيل الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة منتخب قطر مستضيف البطولة بيسعى للحفاظ على لقبه قطر هي حامل اللقب بينما بيسعى المنتخب الأردني للفوز لأول مرة فيه تاريخه بكأس أسيا أول مرة يصل المنتخب الأردني لنهائي البطولة كان أفضل مركز له قبل كده كان حصوله على المركز السادس إنجاز طبعا كبير للنشامة بيسعى أن هم يكملوه فيه المباراة النهائية المديرين الفنيين للمنتخبين المدير الفني لمنتخب القطري الأسباني مركز لوبيز والمدير الفني للمنتخب الأردني المغربي حسين عموتة حاول أن هم يخففوا شوية الأجواء على اللاعبين كان فيه تصريحات ليه لوبيز المدير الفني للمنتخب قطر بيقول فيها إنها مجرد مباراة في كرة القدم يجب أن نستمتع بها أما عموتة الذي قد يصبح ثاني مدرب عربي وتوجب اللقب بعد السعودي خليل الزياني اللي استطاع الحصول على اللقب عام 1984 قال إنها مباراة نهائية ولا تحتاج إلى مقدمات نقف على بعض خطوة واحدة من تحقيق لقب تاريخي وأضاف وقال نستعد بشكل عادي من دون زيادة الضغوطات ونريد أن نقدم مستوى يليق بمنتخبنا سنخود المباراة من دون عقدة نقص طبعا طريق الفرقتين للنهائي ما كانش مفروش بالورود طريق المنتخب القطري كان تصدر مجموعته بيء العلامة الكاملة هزم لبنان وطجاكستان والصين وخرج من الدور الأول بتلات انتصارات وعدم تلقي مرمى لأي هدف إنجاز قطري كبير طبعا وكان لفت للنظر أن المدير الفاني لوبيز لعب في الأدوار التمهدية أو في دور المجموعات بتلات رسوم تيكتيكية أربعة أربعة أتنين أربعة تراتة تراتة أربعة خمسة واحد في الأدوار الإقصائية غير الطريقة بتاعته ولعب بطريقة تلاتة خمسة اتنين مع الاعتماد طبعا على سرعة وفعالية أكرم عفيف والمعز علي نجماء المنتخب القطري الكبيرين وبهذه الخطة استطاع الفريق العنابي إن هو يفوز على منتخب فلسطين اتنين واحد في مباراة دور الستاشر بعد أن كان المنتخب الفلسطيني متقدم في النتيجة بعد كده تفوق على أصبكستان برقلات الترجيح في مباراة طبعا كان بطالها الحارس الكبير مشعل برشم وفاز على إيران بشكل مثير ودراماتيكي في نصف النهائي بنتيجة تلاتة اتنين مصار النشامة كان مختلف عن مصار الفريق القطري واجه مطباط وكان أداءه متزبزب بدأ البطولة بقوة في المجموعة الخامسة وهزم ماليزيا بي ربعية مقابل لشيء ثم فرط في فوز كان واضح أنه هو ممكن يكون في المتناول أمام كوريا الجنوبية وتعادل بهدف عكسي في الوقت القطري اتنين اتنين وبعديها خسر من البحرين عشان يحتل المركز التالت في المجموعة تحول مصار الفريق الأردني كان في مباراة دور الستاشر المباراة الأصعب للفريق الأردني في البطولة أمام المنتخب العراق طبعا تأخر المنتخب الأردني لكن استطاع أنه يعمل ريمونتادة واستطاع أنه يفوز في النهاية بنتيجة تلاتة اتنين المغربي عموتا بيلعب جميع المباريات بطريقة واحدة ربع تلاتة اتنين واحد وبراس حرب صريح هو النجم يزن النعمات وخلفه النجم الآخر موسى التعمري وعلي علوان أو محمود مرضي دور الثمانية بعد تخطيه للعراق في دور الستاشر واجه المنتخب التاجكستاني واستطاع أنه يفوز بهدف نظيف عديها كانت المواجهة التاريخية أمام كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي واستطاع فريق الحسين عموتا المدير الفني المغربي للفريق أنه هو يلقن المدير الفني الألماني الكبير يورجن جلينسمن المدير الفني الكوري الجنوبي درس فيه كرة القدم واستطاع المنتخب الأردني أنه يفوز بهدف نائية سجلها نجوم يزن النعمات وموسى التعمري المنتخب القطري وصل في هذه البطولة لرقم قياسي تاريخي وصوله للفوز الثلاثة عالى التوالي في نهائيات كأس أسيا لم يتلقى مرمى المنتخب القطري في نسخة 2019 سوى هدف واحد فقط لغير وفي هذه البطولة اهتزت شباك المنتخب القطري بأربع أهداف في حين سجل في هذه البطولة عشر أهداف وقع عليها أربع لعبين أكرم عفيف المعز علي حسن الهيدوس وجاسم جابر أرقام كبيرة جداً هيحاول طبعاً الفريقين الكابرين أن هم توجوها بالفوز في النهاية باللقب على أي حال لو اللقب كان قطري أو أردني هو في النهاية لقب عربي بالتأكيد هيحتفل بي جميع العرب طبعاً عندنا برضو الساعة عشر بتوقيت القاهرة مباراة تحديد المركزين التارت والربع في كأس الأمم الأفريقية جنوب أفريقيا في مواجهة الكونغو الديمقراطية طبعاً جنوب أفريقيا كانت خسرت في السيمي فاينال من نيجيريا بي رقلات الترجيح أربعة اتنين بينما الفريق الكونغولي كان خرج أمام الفريق الإفواري اللي عاد للحياة في أهدير بطولة وخسر من الفريق الإفواري بنتيجة واحد سفر حصرت أزمة قبل المباراة فملكة سيمة الحكم الأثيوبي هو اللي هيكون هذه المباراة تحكمية بدلاً من الحكم المغربي ردوان جيد ردوان جيد اعترض على اختياره لتحكم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وطالب بتحكم المباراة النهائية اللي الاتحاد الأفريقي قرر إسندها للحكم الموريتاني دحان بيدا الحكم الموريتاني كان قاد مبارتين في هذه البطولة مباراة منتخب مصر أمام موزنبيق في دور المجموعات ومباراة ناميبيا أمام أنجولا في دور الستاشرة طيب لو هو مرشح للمباراة النهائية من البداية ليه محكمش في دور التمانية وفي الدور قبل النهائي؟ علامة استفهام بالتأكيد يبدو أن المهاجم مهاجم منتخب غينيا الاستوائية هدف البطولة حتى هذه اللحظة براسية خمس أهداف قد حسم صراع الهدفين في البطولة رغم خروج منتخب بلاده غينيا الاستوائية من دور الستاشرة المهاجم اللي سجل خمس أهداف أقرب لاعب لي من اللعيبة اللي ممكن ياخده هدفين البطولة ولسه متواجد في المباراة النهائية أو في المباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لاعب واحد فقط لغير اللاعب النيجيري أدمولا لوكمان نجم فريق أطالنطا في الكالشو الإيطالي أدمولا لوكمان سجل ثلاث أهداف وبالتالي عشان يحصل المهاجم مليا نصه مهاجم غينيا الاستوائية عليه أنه هو يسجل هدفين على الأقل علشان يتساوى معاه في ترتيب الصدارة في هدافي كأس الأمم الأفريقية في هذه النسخة جدير بالذكر بالتأكيد أن نجمنا مصطفى محمد بيحتل المركز الثاني النجم المصري لاعب نامتر فرنسي مسجل أربع أهداف أيضا جيل سندالا مهاجم أنجولا مسجل أربع أهداف الجولة 24 من بريمير ليج الدوري الإنجليزي بعد ساعات قليلة هتفتتح الجولة بمواجهة قوية ما بين منشستا سيتي وإفرتون طبعا منشستا سيتي كان عامل فوز مهم في الجولة الماضية أمام برينتفورد بنتيجة 3-1 ليفربول هيواجه بيرنلي ليفربول طالع مخسارة أمام أرسنال بنتيجة 3-1 قد تفقده صدارة الدوري الإنجليزي على فكرة منشستا سيتي لو قدر أنه يفوز بكرة أو بعد ساعات قليلة في المباراة أمام إفرتون هيتصدر المسابقة ولو مؤقتا قبل ما ليفربول يلعب المواجهة أمام بيرنلي طبعا منشستا سيتي كده كده لسه لي مواجهة برضو لسه مؤجلة أمام برينتفورد بكرة برضو عندنا مباراة مهمة جدا ما بين طبعا مواجهة ليفربول لن يشارك فيها النجم محمد صلاح ليفربول أمام بيرنلي من المطاقة أن تكون عودة محمد صلاح بإذن الله يوم 17-2 محمد صلاح لسه بيتأهل لغاية دلوقتي في أمل عند الجهاز الفاني ليفربول وعند محمد صلاح نفسه أنه يلحق المواجهة اللي بعد مباراة بيرنلي اللي هتكون بإذن الله أمام برينتفورد رغم أن الموديل الفاني الألماني يورجن كلوب ما أكدش أن عودة محمد صلاح هتكون في هذه المباراة بس هو بيقول أن محمد صلاح عنده أمل بإذن الله أنه هو يكون جاهز لمواجهة برينتفورد محمد صلاح بيحتل صدارة هدف الدولة الإنجليزية حتى هذه اللحظة بالغصيد 14 هدف بالتساوي طبعا مع النجم النرويجي أيرلينج هالند النجم منشستر سيتي الإنجليزي اللي من المتوقع أنه يبدأ المباراة بكرة أساسي لو أول مرة تشوفني مش حوصيك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو بنتابع كل أخبار الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة عالمية كثفوا الدعاء لأهلنا في فلسطين بالنصر يا رب أشوفك على خير شكرا لكم سلام عليكم